المغرب بقى مباراة النهاردة بصراحة شديدة خليلها منطقيين احنا عارفين المنتخب الاسباني صعب جدا تكتكان وفنيا مش اي منتخب يلعب وزي ما قلت حتى في المقدمة ميسي نفسه قال لما سألوه اصعى منتخب في البطولة قال المنتخب الاسباني الناس النهاردة تعابلت مع المنتخب الاسباني ان هو قد ضعيف عشان المنتخب المغربي عارف ما يوصلوش للجون او ما يدخلش الادافة ازاي المغرب عملت كده النهاردة بصرا كريم دايما في مباراة المغرب بنترح تساؤل مهم جدا هو تساؤل فني في المقام الاول لاي حد ولاي فريق بيلعب هل الشغل اللي تعمل في الملعب هل شغل وليد الصدفة ووليد المباراة وليد مصدفة حصلت فاللعيبة تصرفت بالشكل ده ولا هو نمط بيتكرر المنتخب المغريبي يشتغل بيه في مباراة كرواتيا المنتخب الياباني قفل بيه على المنتخب الاسباني فاستفد منه وليد الرجراجي وبيلعب المنتخب الاسباني النهاردة فبترى يشتغل بنفس الطريقة الـ 4-1-4-1 العظيمة اللي اشتغل بيه وليد الرجراجي منذ بداية البطولة لأنهم عدي على أربع مدارس صعبين جدا جدا حتى هذه اللحظة منهم تلات مدارس كروية كبرى فلما اجي اتكلم عن الـ 4-1-4-1 بتطبق بهذه الإيجادة في كل المباراة لدرجة أنه المنتخب المغربي النهاردة بيلعب المباراة الرابعة بأوقات إضافية فبتكلم على ما يقارب الـ 400 دقيقة دون أن يستطيع عشان في حد يرد علي يقول لي في مغرب دخل في جول دون أن يستطيع أي فريق تسجيل هدف في المغرب حتى الهدف الوحيد رتكلم المغرب هو هدف حكسي نايف أجرد فبتكلم على الـ 400 دقيقة بلعب مع بلديكا مع كرواتيا مع كندا مع أسبانيا النهاردة وشباكي لا تتلقى أي هدف بل في المقابل أنا بسجل بسيطر بعمل فرص خطرة دي كانت النقطة الأولانية فخلينا نشوف كده لو الشباب جاهزين الحالات يقولنا الحالات الموجودة بتاعت النهاردة اللي وقفة الـ 4-1-4-1 وإزاي الـ Passways والقفل وهنا عبالما الحالات تجهز لا لا مش دي الحالات دي هنروح لها بعد شوية بتاعت صوفيان بوفال الحالات بتاعت وقفة اللاعبين في مبارات النهاردة هقولك وليدي الرجراجي وهو صغير في مسيرته كانوا بيسموه اللعيب القناة أو لعيب الممر هو كان بيلعب باكرايت وكان بيلعب في وسط الملعب فكانوا بيسموه لعيب الممر وبيلعب في الدور الفرنسي ولعب في ريسينج في فرنسا ولعب في ريسينج بالمناسبة في أسبانيا وعد على كام نادي جاكسيو غيرهم يعني في تولوز فهو طالع من النشأ فكرة ان الزقف اللي في الملعب كلها وده اللي هو عمله وده اللي عمله مع الوداد هو بيلعب في بطولة أفريقيا ده اللي عمله مع السد رجم انه هو لما تولى السد في 2020 ما كانش عنده أفضل لعناصر اللي موجودة مقارنة بفرق تانية موجودة لما راح الدوري القطري عشان كده هو نجح في المغرب وخد بفرقة الفتح الرباطي في 2016 ولسه بيحبوا في مسيرته التدريبية مع مدربين كبار ومع الرجاء ومع الوداد وقدر ياخد بيوم البطولة الدوري الدوري عشان سلام لا خد الكاس اه خد 2014 خد الكاس وفي 2016 خد فقدر ياخد هو لسه بيحبوا نقطة كمان هو ليه اختار والد الرجراجي ونقطة يا كريم مهمة جدا جدا لما نروح بقى الفني الناس لما يجوم يختار والد الرجراجي لقوا انه في المغرب بتكون جيل في لعبة كتير مولودة برا المغرب من الأساس بزرق متتكلمش عربي من الأساس ودائما كان السائد انه بتكلمش عربي بتكلم فرنسي فلاقل ان فيه بعض العناصر اللي هي موجودة دلوقتي موجودة في المنتخب الواربي دلوقتي بتكلم اسباني اسباني بس بتكلمش العربي والفرنش فانا بعادت ادورت ايه علاقة وليد الرجراجي بالموضوع لقيت ان وليد الرجراجي بتكلم عربي وانجلش وفرنش وانجلش بنفس التلاقة عشان كده لما جابوا وليد الرجراجي قعدوا مع اللعيبة درجة التواصل حب اللعيبة الواريد الرجراجي النهاردة بالمناسبة واريد الرجراجي يتولى المسئولية من أقل من ثلاث شهور ده مش حب طبيعي اللعيبة لمدرب جاي من ثلاث شهور اللي علاقة ما بقيتش ده إلا لو درجة التواصل هي تواصل مباشر لانه العاب اللي بيكلم اسباني ده لازم اقبل اجيب له مترجم فبالتالي فيه وسيط فبالتالي درجة التواصل النفسي صعبة صح هذين متكتك بس